السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة ألف شهيوه و شهيوه نتمنى لكم فرجة موتيا السلام عليكم و رحمة الله إخواني أخواتي إن شاء الله تكونوا في تمام الصحة والعافية في هذا الفيديو إن شاء الله سنقوم بتغطيلات بلا كخيم باتيسيا والفواكه تجي رائعة جدا لم نحية العجين الديدة ومقرمشة وهشيشة و لم نحية الكخيم تهية تجي جد رائعة و طبعا ذلك الفواكه اللي كنزيد من فوقتها هي كتزيدها لدة خليكم معي إلى نهاية الفيديو و تشوفوا المقادير و طريقة التحضير بسم الله على بركة الله سنبدأ بتحضير العجين سنحتاجه 250 جرام الدقيق الأبيض يكون مغربل طبعا سنزيده لوحة القبيصة الملحة و جوج مع القبار سكر خشين أو اللاساني إذاً سنخلط هذه المكونات مع بعضهم و سنزيد عليهم 125 جرام ديال الزبدة تكون باردة يلا خرجناها متلاجة تكون باقي قاسحة و نكون قطعناها بحلكة مربعات صغار سنزيدها على الدقيق وباقي المكونات و سنبدأ نخلط بحلكة بأطراف الأصابع ندخل هذه الزبدة في الطحين كي نحصل على واحد العجين اللي بحل رملة إذاً سافيم بعد ما تدخلي ذلك الزبدة مزيان في الدقيق سنزيد أصفر بيضة و سنعود نخلط طبعاً إلا ما كفاكمش أصفر بيضة ف ستكملوا بالماء أنا هنا زيت معلقة كبيرة ديال الماء بها باش تجمع لي العجين ديالي ستضمعها البال ما تجري وحش بزاف لأنها يلجت جارية ف ستعدبكم في الخدمة من الأحسن تكون العجينة شي شوية شادة إذاً بعد ما كنزيد ذلك الماء كذلك سنجمع العجين ديالي فقط نجمعه يعني ما كيحتاج شدلك غير كيتجمع لي العجين كنشكلو على شكل كويرة وصافي كنحبس من بعد غدي ناخد ذلك العجين غدي نغلفوه مزيان بالفيلم وغدي ندخلوه للتلاجة نخليوه واحد ساعة عاد وغدي نواصله إن شاء الله من بعد غدي نخرجو العجين ديالنا من تلاجة وغدي نتلقوه بالدلك بين جوج ديال البلاستيكات أحسن من أنكم ترشوا بدقيق فكتضمنوا هكذا أنه ما يلتسقلكمش العجين على سطح العمل وكذلك ما يلتسقلكمش الفضل لك إذاً غدي نصرحها مزيان نعطيها واحد سمك تقريبا ديال 2 ميليمتر ولا كين اللي كيبغي ربما أرق أو لا شوية غلط من هكك فذك شي كيبقى على حساب الذوق ديالكم أنا البنات غدي نستعمل هاد ليمول صغيرين اللي كتكون عندهم قاعدة متحركة صراحة عمليين زويونين إلاقتهم يعني غشريهم ما ترددوش لأن ذاك القاعدة المتحركة تعاونكم بسهولة باش كتخرجوا هادوك العجين ديالكم من اللي كيطيب كتخرجوا دوك ليفون ديال التارتوليد إذا هاد ليمول غدي نبقى ندخلهم تحت من العجين بحلكة وكننزل فوق منهم العجين وكنحاول ندخله في الداخل ديال المول وباش كنقطع كنتراسغي بحال هكا بيدي بسبعي كندووز على الحواف ديال ذاك المول وتلقائيا كتقطع لي العجينة ومن اللي كنسالي كنحاول نضغط شي شوية بحال هكا باش كنتبت مزيان هاداك العجين ديالي على المول وكنعطيه واحد شكل اللي هو مقد نفس الشي غادي نعاوده حتى كنسالي العجينة ديالي كاملة كنبدأ ناخد المول نديرهم تحت من العجين كننقدم زيان العجينة ديالي وسط منهم وكنقطع والعجينة اللي غا تبقى لي في الأخير غا نعاود نجمعها وندير نفس الشي حتى كنتقضى لي العجينة تماما هادا كمياء اللي درت معهم ديالياليالياليالياليالياليالياليالياليالياليالياليالياليالتاقู بهاد الحجم اللي كتشوفو معايا في الفيديو يعني بالقياس موسيقى سوف نقوم بتحضير الطرطولات بشكل ضروري لنفط الطياب و سوف نقوم بشكل ضروري لنفط الطياب بشكل ضروري لنفط الطياب سوف نقوم بتحضير كمية الحمص خاصة هذا الشيء اللي يدخل بحلقة الفران و نستعملو لنفس الغرض مرة أخرى فرهنقين ممسوح مزيان هذا الشيء اللي حطيتو مباشرة فوق العجين ديالي أو الليلة بغيتو تقدرو تفرشو شوية ديال بابي كويسان تقطعو بحلقة دوائر صغيرة تحطوها فوق العجين عاد تحطو فوق منها هذا الحمص إذا سوف ندخلهم يطيبو فران يكون مسخن احتى ديك لابات كالطيب و تبدأ كتاخد هدك اللون الدهبي كين اللي كيبغيها محمرة بززاف كين اللي كيبغيها الله ذاك الشيء كيبقى على حساب الرغبة ديالكم كملاحظة البنات أنا هاد اللي تغطلت كنت بغى نديرهم لغد لي فصوبت العجينة بالليل طيبتها و لغد ليها عاد عمرتها يعني هكتا بالنسبة للسيدات اللي ما عندهمش الوقت كي خدموا عندهم بززاف المسئوليات عندهم بزاف تمارة جيينكم ضياف عندكم عراضة هاد المسائيل كتقدروا تحيدوهم عليكم من قبل باش لغد لي كي يجيكم تحضير ساهل أنا كانوا جيين عندي الضياف فكن حاول دائما انني نجغب هاد طريقة الحاجة اللي نقدر نحيدها عليها بالليل نحيدها نهار قبل كان بدأ بها هي اللولة باش كتسهل علي الامور لغد لي إذا سافيه من بعد ما طابوا خليتهم حتى بردوا باش ما كيرجعش عليهم دك السخونية و كيعرقوا يلوه هم ركيب قوموا قرمشين و جمعتهم بحلكة فطويسة لغد ليه باقي بحلة يالله تصاوبوا طبعا كنسدو عليهم زيان باش ما كيتعرضوش للهواء ويفقدوا هذيك القرمشة ديالهم نمشي ودابا نحضروا لك خيم باتيسيا وغادي نشارك معكم طريقة ديالي فتحضيرها باش كاتجيل ديدة اذا انا هنا مستعملة كمية مضوبلة لان انا بغى نستعملها على حاجة اخرى من بعد نخليل لكم في صندوق الوصف مقادير ديال نصف اطرود الحليب دا انا هنا اطرود الحليب مع جوج اصفر بيضاء خمسة دلمعالق ديال السكر خاشن انا كان بغى نقص شي شوية الحلاوه هو قياسها ثلاثة الى اربعة دلمعالق في كل نصف سترو ستة الى ثمانية دلمعالق انا بستعملها فقط خمسة هي قياس جوج معالق ونص لكل نصف كذلك غدي ندير واحد الساشي ديال الفاني وعواد النشار البنات غدي نستعملوا هاد المستحضر ديال لاك خيم باتيسيا كل نصف سترو كنديرو فيه جوج معالق كبار انا بستعمل هنا اربعة ديال معالق كبار كين اللي كي يحضر لاك خيم باتيسيا فقط بهاد المستحضر مع الحليب وكين اللي كي يحضرها بالبيض والفاني والسكر والحليب وكذلك كيدير النشا عواد هاد المستحضر ولكين اللي جمعتو بين هاد الطرق بزوج ستعطيكم واحد الدوق احسن هاد الطريقة المستعملة في الباتيسغي باش كيعطي ذاك الدوق المتمييز ديال لاك خيم باتيسيا اذا هاد المكونات غدي نخلطهم مزيان مع بعضياتهم حتى كين دمج لي مزيان ذاك البيض مع الحليب وكذلك هاد البودغ ديال لاك خيم باتيسيا تنساج مزيان تهياء ومن بعض غدي نضي الخليط ديالي فوق النار على نار مهيلة مع التحريك المستمر حتى كي بدأ كيعقد اذا هاد هو القوام ديال لاك خيم باتيسيا فاش كنزع قادلي سافي كتوصل لهاد القوام كنحيدها من على العفية ومباشرة غدي نبدأ نعمر الفان ديال لاك خيم كي خسها نخويوها فيهم وهي باقة مشددش مقصاحش باش كتجينا واحد الفينيسيا زوينا في ذيك الكريم ما كتجيش من خنتشا فقد نديروا القياس اللي غدي عمرنا هادوك لاتغطي لاتديالنا وكم ملاحظة البنات هادي غدي تخليوا هاد المرحلة حتى كتقربوا تقدموا لي لان ذيك الكريم باتيسيا بذيك الفزوقية ديالا كتخلي ليفون او للعجينة بحل لك تبدأ كتلوا اللي عمرتوها علتي ساع بزر فكنا نخليوا واحد نص ساعب حلكة قبل التقديم عاد نعمرهم ونقدموهم وهما باقيين مقارماشين اذا من بعد ما كان عمر هادوك ليفون ديالا تغطي لات كاملين غدي نحط فوق منهم فواكه حسب الرغبة استعملت انا كيوي البانان البرقوق العنب الاناناس ما كانش عندي الفراز ولا شي حاجة لاتعبتاني لون احمر كون كان غايكون احسن طبعا حطوهم الى بغيتو عشوائيا ولا ديروهم بنفس الشكل كي بقدت تزيين حسب الرغبة ديالكم وفي الاخير كتقدرو تلمعو شي شوية بالنباش باش كيعطيهم واحد اللمعة زويدة كان هذا هو الشكل النهائي ديال اللي تغطي لات بلا كخيم باتيسيا والفواكه اللي صوبتها معكم اليوم كي يجيوا رائعين جدا خفافين محلوين شبزاف وجميلين في المنظر ان شاء الله تكونوا استفتتم الفيديو الى بغي نشوفوا شي وصفات خليولي تعاليق وانا نحاول ان شاء الله نلبي الطلبات ديالكم نتمنى الوصفة والفيديو دياليوم يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم اشتراك في القناة بالنسبة للزوار الجدد طبعا ما تنسوش تفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد القناة شكرا على المشاهدة نتلقوا مرة اخرى ان شاء الله في فيديو اخر ومع وصفة اخرى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة